لم تنسى مصر ولن تنسى تضحيات شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم الذكية للحفاظ على الوطن وبات لزاما على الدولة رد جميل بتكريم أسر رجالها البواسل ويحرص الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة على تكريم عدد من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية الذين ضحوا في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته لولا هم ما كنا هنا كلمات ارتبطت بالتعبير عن العرفاني بتضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة فإذا كان الثمن هو الروح والدم فداء للوطن بات لزاما على الدولة رد الجميل بتكريم رجالها البواسل فالدولة بمختلف مؤسساتها أخذت على عاطقها في كل مناسبة لاحتفاء بأبطال القوات المسلحة الذين ضحوا في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته فلا تفوت فرصة ترتبط بأي تاريخ حقق فيه أبطالها نصرا وبطولة إلا قامت الدولة بتكريم أسمائهم وتكريم أسر الشهداء والمصابين من أبناء الجيش البواسل فما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم ليكتبوا صفحات العزة والكرامة يستحق الثناء والاعتزاز برحلة كفاحهم في سبيل الحفاظ على الوطن وفي كل مناسبة يخص الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال القوات المسلحة بتوجيه تحية إجلال وتعظيم إليهم على اختلاف رتابهم ودراجاتهم لما يحملونه من شرف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الحكومة تول اهتماما كبيرا بأسر الشهداء وبشكل مستدام بشطة الطرق والوسائل معنويا وماديا حيث تم إنشاء صندوق لتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء كما خصصت الدولة التاسع من مارس من كل عام للاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق الذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياضة ويتم خلال الاحتفال تكريم أسر الشهداء وقدام المحاربين من رجال القوات المسلحة